السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نتمنىكم تكونوا كاملين بخير على خير اليوم الوصفة ديال جاج محمر وماشي اي جاج وحد جاج بوحد طريقة ليه يزوينا ووحد المضاق ليه خطير ووحد لاصوس ليه خاطر وما كيسيريش هاد لاصوس سوف نبدأ ان شاء الله بالمقادر والطريقة تحضير اليوم ان شاء الله اللي غطيب لنا هاد جاج محمر اللي دقوا عندها كيكي موت عليه هي لوسي سميرة تحية لها من هنا سوف نبدأ ان شاء الله هي اللي غطيب لنا اليوم هاد الوصفة جاج معها قبار ديال قصبر ومعد نوس تمانية ديال فوسوس ديال تومة مهروسي لدينا تقريبا واحد الحامضة مصيرة اللي كتغسل مزيان وكتقطع حامضة مصيرة وحامضة لعصير دياله وعندي جوج ديال طعمتي ديال الزافران واللي ما بغيش يديرها ما يديرها شماشي مشكل تكتافيه غاب كاس اللي كنديرو فيه المغليان وكنديرو فيه شوية ديال زافران سيتطلق وتنزيده وعدنا بسي بيسة اللي كنديروها هاداك صحيحة شوية وخمسة ديال الحباس ديال الهيل بالنسبة الهريسة ما تديرها شدعبه وغتشوفوا امتا غديرها عدنا معلقة جوج معالق صغار ديال سكين جبير معلقة واحدة ديال اللي بزار ممسوحة صغيرة وعدنا معلقة صغيرة عامرة ديال خرقوم بلدي وجوج معالق ديال السمن ماشي حار وبالنسبة للملحة عندكم ميزانكم ما تكتروش الملحة كي ما كتعرفو اسمن مالح لمصير مالح غادي تخلط هاد شي كامل مزيان مزيان غافض نجرة تبارك الله وصلها عن بي داك شي معتابر عندها تشغل ديال هازوين اللي دارتها كتغسلها في السير بلاسة ما كتبقاش عندها الروين ذاك شي عندها زوين وهاد الجاج بالخصوص هاد الجاج المحمر اراها ما كان شي مناسبة اللي هي اللي كتديره ولكن راتيجي خاطر خاطر زوين بغيتكم تجهه وتجربوه وتردو لي الخبار وبغيتكم تخليولي هاد شي تحية في تعالق الله يرضي لكم بيش تجعوها نبرا كينين عندي فطانجة هيو المميمة سافي كتتشد هاد الجاج كتدير لي شرموه لامل داخل بالفخاد بين الجلدة والهبراء يعني كتتشرملو مزيان مزيان سافي كتتكوم داكستر بهاد الموس وكتجمع ليه رجلاتو وكتعقدوهم بوحد الخيض بالنسبة له الدجاج ما كتبيتو متى حاجة بالنسبة الشرمولا ديكساحة كتديرو كتدير تقريبا واحد جوش كيسنتي اللي ما وتتشعل عليه الآفية كتديرو على ظهرو في الأول غادي تقلبو تكيشد اللون وكيجمع راسو سافيو غتخليه على استرديرو يا طيب نهائيا سافيو غادي تقلبو على استرديرو وغادي تطيف واحد الكاس كبير كاس ديال زيت زيتون كاس العنبة ونص كاس ديال زيت عادية وغادي تخوي الماء غليان نصف ديال الجاج وغادي تطيف أربعات ديال البصلات يكونوا كبار مشلطين سافي بقلي هاتشكل وغادي تغطي عليه وتخليهم بالسم يغلاء يجي في الغلية غادي تنقص النار سافيو كتخلي تجاج شكي طيب هاد الوقيته هاد الوقيته هاد الوقيته كتشدك زويتينات سافيو كتديرهم تسلقوا من ديك الملحة سافيو كتدفع لهم واحد جوش دقائق ثلاثة الجاج بعد ما طاب غادي تحيدو انا كنت كنصور وما صحب لي صورت في الأول المهم شديت الأخرى ها هو حيداتو سافي هاد الوقيته تخليها فوق النار غادي ندوزو الخلطة الخلطة دارت فيها مع القصغيرة ديال الهريسة هنا في ندرت الهريسة ومعلقة صغيرة ديال جوج مع القصغار ديال السمن ومعلقة كبيرة ديال الزبدة ومعلقة كبيرة ديال الخردل واحد المعلقة ديال الخردل وقد دهنو وقد دخلو الفران على ميتين درجة تيتحمر مزيان من ديك الجوانيب ودك المهرق اللي كيشيط لي ملتحت كيبط غادي ديرو حت الشيطة وتبقاو دهنو الدجاج باش تبقى بريو تيتحمر مزيان بالنسبة الزيتون راه ضعفتو كتبقى على ديك كتغميرة كتتحركها بالنسبة الكبدة والقناصي راه ما درناه مش مع بنتي ما تتبغيه مش وذك الشي علاج قد مني هي با غا تكل مش هي تجاجي العمتها قد لها ما تدريش ليا الكبدة والقناصي وذك الشي درناها جني وحيت جني وحيت مع كين الوليدات صغر ولد بنتي الى جاعون نحطوا ليهم صبقوهم نعطيهم بليلة وجنيح ياكلوا راتبارك الله كتدير واحد المريقة اللي ما نقولش لكم انا انا تعجبني دجاج محمور بالتغميرة ولكن هادو لا مشيتو تدقسوه اراه شي حاجه لي ما اكثر صافي دجاج حمرناه لحقه طريق واشغن ديرو ليه غادي نغطيه بالواحد الورقة ديال الزبدة ونديرو عليه الورقة ديال الاليمنيون ونفرر رامططي وغادي نخشيه ونخليه بقي سخون بان ما وجدنا البطاطا وسالينا المسائل وشليده راح نقدرناها شليده عادية صافي المريقة رطفينا عليها اتكمل البطاطا وغادي نشعله على المريقة ونحطه الغدادين صافي دابا شعرنا البطاطا باش يسخلينا هاد المارك ما نقول لكم شي حاجه لي اكثر من رائع كتخلي تكي يتنزل ديكل البصلة مزيان تتعلق وقد ضيف لها واحد الكوية الصغير ديال الماء واجت واحد الحامضة مصيره اللي قطعتها على ثلاثة درت فيها الهريسة وزينتها بالموس على هاد الشكل المربعات نحن سخرنا هاد البلول نحن سخرنا هاد البلول صافي غادي تحيد ذك الخوطات اللي كان جمعوا بها رجيلات عندكم تنسوهم صافي وقد قادت جاج ديالها قادت وغادي تشوفوا هاد المريقة تبارك الله ما شاء الله يعني يعني لشي حد جمعة طلتة لقاديك المريقة المهم بقا شوية جاج تلقاو مريقة ما تلقاووش دك شي ناش هذا الماكلة جاي عندك شي ضيف هتحطوا لي هالتبصير وياكلوا تبارك الله وصلعا بيكونوا الوليدات والفريقات وتحطي هنا وهنا تبارك الله ما شاء الله وبصحة والراحة اشتركوا في القناة